بهدف العودة للمشهد ومن بوابة البحر المتوسط تسعى واصم بريس وبرلين وروما إلى إعطاء مهمة إيريني البحرية دفعة جديدة ببلورة عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد منتهكي قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية ونقلاً عن مصادر من دوائر صنع القرار بالاتحاد الأوروبي أشارت الوكالة إلى تحديد قائمة أولية تضم ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان إضافة إلى شخصين ليبيين وفروا السفن والطائرات وغيرها من الخدمات اللجسية لنقل الأسلحة حيث تم إرسال القائمة إلى الهيئات المسؤولة ومن ثم سيتخذ القرار بالخصوص فعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لهذه المهمة إلى أن تلك الأطراف الأوروبية ما زالت تتمسك بها وتبعث بين الفينة والأخرى رسائل طمأنة تشير من خلالها إلى أن تلك المهمة لا تستادف جهة بعينها رسائل لم تكن مقنعة إذ أعربت تركيا ومالطا وليبيا في بيان ثلاثي مشترك عن تحفظهم على إيريني مع الإبراز على أوجه القصور فيها على اعتبار أنها لا تشمل مراقبة تدفق الأسلحة إلى ميليشيات حفتر التي تأتي من داعمه برا وجوا الأمر الذي ما أشار إليه كبير مسؤولي الخارجية الأمريكية بشرق الأدنى ديفيد شينيكر الذي قال إن عمليات الاعتراض البحرية تنفذ على السفن التركية فقط ولا تلتفت إلى الطائرة الروسية والإماراتية والمصرية إلى أبعد من ذلك ذهب وزير الخارجية التركي مولود تشووش أغلو الذي قال إن إيريني منحازة للإنقلابي خليفة حفتر ولذلك أن داعميه لم ينتقذوها مشيرا إلى أن ألمانيا بمشاركتها في العملية فقدت موضوعيتها في الملف الليبي ولهذا ورغم الحماس الأوروبي للمهمة إلى أن الانتقادات ما تزال تضارض قادتها خاصة فرنسا التي تعلن حيادها تجاه الوضع في ليبيا وتخفي دعمها للعدوان ولعل صواريخ جافلين التي عثر عليها في غريان خير شاهد ودليل